اشتركوا في القناة انا يسوع الذي انت تتطهده وهم يتكلم عن شاول الترصوص اللي هو بولوس الرسول كان بيتطهد الكنيسة وكان بيقاوم عمل الرب وكان بجر المسيحيين الى السجون وبيتطهدهم وقتل اللي منهم استفانوس يعني كان راضي بقتل استفانوس فهذا شاول رايح لدماش وعلى الطريق التقى الرب يسوع المسيح المقام فالمسيح بيكلمه شاول شاول لماذا تتطهدني صعب عليك ان ترفس مناخص والمنخص هو زي وشك زي ابري حادة بيستخدموها مع الخيل او الحمير حتى تسرع اكتر وحتى الديريكشن توجه الاتجاه تبع الحيوان يكون فكأنه بيقول لشاول انت يعني كمان بيضرب في ابري في آلي حادة انت لما بتضرب آلي حادة انت رايح تجرح نفسك وهذا كل من يضطهد الكنيسة ويضطهد المؤمنين المسيحيين صعب عليك ان ترفس مناخص فقلت انا من انت يا سيد فقال انا يسوع الذي انت تضطهده ولكن قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا اياك من الشعب ومن الامم الذين انا الان ارسلك اليهم لاحظ الكلام لتفتح عيونهم كي يرجع من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين اي ما حدث مع شاول الترصوص هو اصبح رسالة وارسالية بورس الرسول هو بكل بساطة قم على رجليك لاني من اجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا اياك من الشعب يعني من اليهود ومن الامم الذين انا الان ارسلك اليهم شو كانت الارسلية بكل بساطة لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى النور من سلطان الشيطان الى الله فاذا الظلمة والجهل والعمى والخطيئة وعدم الخلاص هي محطوطة في مترادفات لتحت سلطان الشيطان يعني هذا هو عمل الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة